السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة اليوم إن شاء الله سيقترح لكم حلوة ضمن سلسلة اقتراحات حلويات العيد اللي ستكون سهلة ومبسطة مكونات في متناول الجميع الشيشة وخفيفة إن شاء الله إذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وكذلك لا تنسونيش من الكومنتر وشكرا لكم بزاف في المكونات عندي ثلاثة الحبات من بيضي يكونوا بدرجة حارة المطبخ مية وخمس وعشرين جرام من زبدة حتى هي بدرجة حارة المطبخ كأس من قياس ميتين ميلي من زيت النباتي أو لكأس العنب المغربي الكبير فبنفس الكأس غدين قياس كأس ونص من نيشة وكذلك عندنا كأس من سكر ناعم الدقيق حسب الخليط رشة من الملح كيس من خميرة الحلويات ثمانية جرام وملاقة صغيرة من الفانيلا كان اعتقدر ما حطيتاش لكن غادي نضيفها هنا زبدة حبيت تديرو نوع جيد حبيت تديرو المارغارين أو لانتع البواطة فانا نصح انتع البواطة اذا ما كانتش نوع جيد هنا غادي نديرو الزبدة مع سكر ناعم ويستحسن انها هتكون يعني بدرجة حارة المطبخ وغادي نخلطوهم مع بعديتهم غادي نضيف البيض ثلاثات حبات نزاع البيض مع ملعقة صغيرة من الفانيلا تكون نوع جيد ونخلطو مع بعديتهم مزيان نضيفو كأس ونص من نيشة ونخلطو كذلك حتى يولي عندنا الخليط على شكل كريمي او لا شكل بوماد فهذا هو القوام الخليط نتاعنا غادي نضيفو كأس من زيت النباتي ونواصلو التخليط او لا التحريك مع بعديتهم حتى يوليو عندنا منساج من المكونات كاملة غادي نضيف كيس من خميرة الحلويات 8 جرام والدقيق مع رشاء من الملح وهذا يبقى كنجمع فقط برؤوس الاصابع يعني نحاولو دائما اننا يا اما بالاصابع او برؤوس الاصابع او كلموها على بعديتها ونشوفو معي في المقطع كيفاش يعني بهذا الشكل هذا او بالشكل هذا اللي كلموه على بعديتها غادي نبقى حتى كنجمع العجين التاعي كاملة بالنسبة لهذا العجين كتبقى شوية مرخوفة فنحاولو اننا نجموها مزيان لكن غير بحليلة كلموها مع بعديتها بهذا الشكل هذا واذا حسجينا يعني دقيق فكرا رشو رشو كلموها كيفما اذكرت هذا هو القاوام غادي نبدأ ندير في كويرات يعني حبيتوا تديروها وسط حبيتوا تصغروها صغروها من الاحسن ما تكبروهاش لانه ما زال غادي نحطوها في الشكلات وفي الكوك من الاحسن ما نكبروهاش بالزعب فكيفما واضح معنا العجين كتجي ممتازة وكتكور بكل سهولة غادي نكمل كامل الكمية اللي عندي ونلتقي ونشوفو طريقة التضييب فهنا منكمل كامل الكمية الفرن غادي يكون ساخن من قبل على درجة حرارة 180 لكن غادي نطيبها بين 160 و 170 درجة حتى كالطيب عندي من التحت يعني ضروري الحلويات اللي كيكونوا هكا مكورين كنصبرو عليهم شوية ناعة تكون متوسطة ومنها غادي الطيب من التحت نحمروها من الفوق هنا غادي نستخدم الكوك او العجوز الهند لتزين فغادي ناخد كمية ونحطها فوق النار اذا حبيتوا انكم تخليوا الكوك غير الابيض فممكن انكم تخليوه انا هنا غادي نحمروا كيفما شفتوا معايا والنص الثاني باش هكا تكون عندنا تشكيلها غادي نديروا يعني ابيض واحد محمر واحد ابيض دائما على درجة حرارة متوسطة غادي مقتن حرك حتى غادي يتبدي اللون فبسرعة يعني كياخد الحرارة هنا انا زولته من على النار وغادي نخلط حتي ندمج كل شي مع بعضياته ونزوله من على النار ونلتقيه هنا عندي شكولات الابيض اللي دوبته على حمام مائي ضفت ليه القليل من زيت كين بعض انواع شوكولاتة اللي صراحة كتبقى مجموعة انا كنستخدم غالة لكن في بعض الاوقات ما كتكونش متوفرة عندي كيخصحته جيني من المغرب غادي نوضع اللي وضعتها في شوكولاتة البيضاء في الكوك اللي محمر بعد شكل هذا وكذلك عندنا شوكولاتة السوداء اللي غادي نوضع فيها كذلك الحلوة لتعانا ونوضعها في الكوك اللي خلينا عادي ابيض فهاديك التوتر يعني شوكولاتة السوداء مع الابيض الكوك وهنا غادي نواصل بنفس الطريقة حتى نكمل كامل الكمية واللي ما كيبغيش الكوك فممكن انه يدير الكوف خيت او يدير الكوكاو او الفوج السوداني يعني مهرمش من بعد يعني فوق هكا رشا خفيفة لكن انا عندي الكوك احسن فك اعطيها وحتى شكل انيق وكذلك مداق رائع وهذا هو الشكل النهائي الحلوة لتعانا سهلة اقتصادية كتعطينا كيف ما شفتوا معايا يعني تبصيب بحد الشكل هذا او لا صحن فان شاء الله تعجبكم اذا يجبكم فيديو ما تنسونيش من اللايك غادي نخلي لكم مجموعة من الحلويات الروابط تعها في القناة بالفرن وكذلك بدون فرن فهي تشكيلة كبيرة ان شاء الله هنا عندي هذه الحلوة اللي كنتبق لي وقدمتها مؤخرا فهي كتجيه شيشة وخفيفة هنا الصابلي اللي ناجح مليون فالمية وهذا هو يعني تزيين تاع الصابلي فعندي بزاف الانواع غادي نترك لكم الروابط وهذا كذلك حتى هو تزيين مبسط ولكن المطاق فيه رائع فان شاء الله يعجبكم وهنا عندي هذه الحلوة اللي من عجين واحد غادي ندير ربعان تعالى الاشكال حتى هي كتجي الديدة وهشيشة اهم حاجة ان الحلوة انتها تكون هشيشة وعندي هذه الحلوة حتى هي كتجي رائعة يعني خفيفة وبشوكولة وهذه بالفلون اقتصادية جدا لكن طبع انتعها اعطاها شكل مميز هنا عندي هذه التشكيلة اللي فيها نوغا بريستيج وحلويات بيدون فرن وعندي فيها كذلك الحلوة بريستيج باللوس عندي هاد شوكولة اللي حتى هي شكلتها انيق وعندي حلوة الطرون باللوس وكذلك عندنا بالكاوكاو اللي غادي نترك لكم مرابط عندي هاد الكاك ثلجي اللي بي اللي درتو بهذا شكل هذا وكذلك عندي بشكل ثاني هادو حلويات بريستيج بكاوكاو في متناول الجامع عندي نوغا بريستيج حتى هي كدي ممتازة باللوس افلي وكذلك اللي فخوي كون فيه وعندي هاد تشكيلة حتى هي انتع الحلويات اللي بدون فرن وهادو حتى هما اشكال بدون فرن فالقنات فيها العديد العديد من الحلويات وهادي بالكاوك ونيسلي وكذلك المكاهات اللي عندنا فخون بواز وبيستاش و الحامض عندي هادي بناك هانتع الخوخ كتجي ممتازة ورائعة حتى هي هماوية وعندي كذلك هاد الحلوة اللي احتهية بدون فرن وكتجي انيقة والخدمة تعها ما شاء الله مضبوطة وهادي احتهية اللي بالفواكه المجففة او لا الفواكه يعني اللي غير اللي كنعرفون معسلة وعندي هاد ويساتها تحتها ما كيجيوا جميلين فان شاء الله هاد تشكيلة كاملة تعجبكم اخواتي هاد حلوة ميرسديس اللي كيجي معسلة بكوكو اقتصادية على طريقة الليبية وهدا الكعك كعك الليبي بالنيشة فهو كيجي خفيف ورطب وشيش وكذلك كيجي الديد بزاف وعندي هاد تشكيلة من الحلويات ان شاء الله يعجبكم حلوياتي الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة